في تموز من كل عام يبدأ المزارعون بغرس بذور البصل هنا في ساحل التهامي التابع لمحافظة الحديدة تمر حملية الزراعة وصولا إلى الحصاد بمراحل معقدة وطويلة ومكلفة فبعد ستين يوما من غرس البذور في أماكن خاصة بها يتم استخراج الشتلات وزراعتها في الحقول الزراعية الخصبة وتتم عملية الضيء وإضافة السماد المكافح للأمراض التي قد يتعرض لها المحصول خلال أربعة أشهر قبل موسم الحصاد البصل هذه أيام الموسم في شهر سبعة نبدأ بالسفاحة وبعدين نقوم نجيب عمال وغرسنا وبعد ما غرسنا قمنا بعدين نسكي الخصران في كل شيء يسمى صمد وبذور وديزال وقمع الأشياء علينا وديون مصارف وعمال يشترون مصارف منها يزعطون على المصارف وثاني شيء أننا هنا البصل الموقف والعمال موقفين يعاني المزارعون في الحديدة كما هو حال المزارعين في كل اليمن من تداعيات الحرب وغلاء الوقود والبذور والسماد وغياب الدعم الحكومي لكن هذه المعاناة التي يتكبدها المزارعون لم تشفع لهم فجاء قرار الحكومة بحظر تصدير البصل إلى الخارج ليصعق المزارعين الذين اعتبروا القرار ضربة قاضية لمصدر دخلهم الوحيد يا أخي هذا قرار مجحف هذا قرار ظالم بحق المزارعين وبحق الشكوات عند المزارعين أنت بهذا القرار يا سيادة الوزير تقطع أرزاك الناس وبدون ما تديهم أي حاجة نائيا أبدا أينك من الرخص الفاحش الذي كان في العام الماضي هل دفعتوا التعويض للمزارع للعامل الذي عند المزارع ماذا أعطيتوا لهم؟ لا أعطيتوا شيئا نائيا بل ولن أعرف صوركم ولكن شفناكم لا في اجتماع ولا في أي حاجة تخص المزارع على الرغم من أن البصل يعد أكبر محصول تنتجه الأراضي الزراعية جنوبية الحديدة إلا أن الأزمات التي يواجهها القطاع الزراعي وغياب الدعم الحكومي ساهمت في ارتفاع أسعار البصل وغيره من المحاصيل الزراعية وبين هذا الواقع الصعب وقرار وزير الزراعة بحظر تصدير البصل يجد المزارعون أنفسهم مكبلين بالديون ومجبرين على افتراش رصيف البطالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر